كمير أفريكا إلى نهاية دول الأبطال للمرة 16 في تاريخه والربع على التوالي الأهلي إبداع وإمتاع مستمر كمير أفريكا إلى نهاية دول الأبطال مارسي كولب بيواصل فرض سيطرته على مختلف البطولات وبيكون الأهلي لمعادلة الرقم التاريخي اللي حققه الأسطورة من وجوزيه بالوصول للمباراة النهاية للمرة الرابعة على التوالي جوزيه كان حقق الرقم ده مع الأهلي في الفترة من 2005 ل2008 كل ده في رحلة النادي الأهلي للبحث عن اللقب الأفريكي رقم 11 مع الأميرة السلام يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 كما كان متوقعا النادي الأهلي في نهاية دور أبطال أفريكي عن كل استحقاق وجدارة وجدارة فوز ذهابا فوز كبير فوز تاريخي على التراجي التونسي بسلسية نظيفة وفوز اليوم 1-0 على التراجي بهدف حسين الشحات هدف كان ممكن يبقوا 2 و 3 و 4 عادي جدا النادي الأهلي النهاردة يا جماعة عمل مباراة ممتعة جدا في المقدمة بتاعتي قلت أنه الأهلي الآن يقرر إنجاز النادي الأهلي الجيل الزهبي بتاع 2005 ل2008 أربع مرات متتالية في النهائي النهاردة الأهلي لرابع مرة أيضا على التوالي مرة أخرى في نهائي دور أبطال أفريكي بص من الآخر كده الكرة دي لها كبير واحد مش كبير و 2 و 3 هو كبير كبير الكرة النادي الأهلي وفيه أندية كبيرة في الكرة أخرى تلعب في هذه البطولة بطولة دورة أبطال أفريكي بس مين كبيرها من اللي بعيد أوه هو النادي الأهلي دي خلاص دي حقيقة دي مش محتاجين أصلا نتناقش ونتجادل أو نكررها بس دي ناقيه بنفكر بعضينا لعل حد يكون نسي النادي الأهلي حالة النهاردة الأهلي مش بس تكرر إنجاز مانويل جوزيب الوصول للمرة الرابعة على التوالي لنهاء دورة أبطال أفريكي لأ ده الأهلي كمان النهاردة ورانا أداء ممتع زي الأداء اللي بكنا بنشوفه آخر مرة في النادي الأهلي سنة 2008 الأداء الحلو بجل زهب عظيم وقتها للنادي الأهلي الآن للأهلي مع مدرب كبير مدرب كبير مش هكرنه لسه مانويل جوزيب ولكن بمدرب بيشتغل بيطور بيحسن خلنا نشوف النهاردة الأهلي ممتع هتقول لي يا عم كريم التراجي في أسوأ أحواله التراجي مدربه مشي التراجي خسران تلسفر مباراة الزهب ففاقل الأمل هتقول لي اللي انت عايز تقوله ده سبب أدعى ده سبب أدعى إن أنا أشيد بالنادي الأهلي النهاردة بعد ما ضمن المفروض الصعود من مباراة الزهب ينزل النهاردة يلعب مباراة سيئة لا أنا ملعبش مباراة سيئة أنا مارسل كورور المدير الفني النادي الأهلي مش هسمح بلاعبتي إنه هم يلعبوا مباراة سيئة النهاردة الأهلي لعب مباراة فيها كرة حلوة أوي تحديداً في الشوت الثاني تحديداً في الشوت الثاني كان فيه تيكي تاكا في الملعب ده فيه كرة ده فيه كرة وهتكلم على أحمد عبدالعادر شوية لو سجلت من أحمد عبدالعادر مع نهاية المباراة كان هيبه أفضل هدف في تاريخ دوري أبطال أفريقيا على حسب ذاكرتي على حسب الأهداف اللي شفتها في دوري أبطال أفريقيا شكرا ممكن تقولي لا دا كان فيه هدف حلو أوي سنة 88 ولا 66 هتقولي براحتك بس على حسب ذاكرتي الكرة اللي تلعبت كان فيها شغل وحرفانة حلو أول حد ما وصلت لأحمد عبدالقادر وشطها في السماء لو جاب أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر نفسه كان دخل التاريخ بأفضل أهداف البطولة يمكن بس هي رحت ده فيه برضو في الدقيقة 55 للدقيقة 59 الأهلي بدأ يتناقل الكرة يتناقل الكرة لوحده لوحده واستسلام تام من التراجي بيثابات رائع جدا حوالي من 35 ل40 تمريرة والتراجي واقف يستمتع زي ما احنا عاديم بنستمتع قدام التلفزيون حالة حلوة الأهلي بعدين دعوا التفكر يعني ايه أصلا فرقة بتوصل نهاية أفريقيا أربع مرات يعني ايه أصلا بتاخد منهم بطولتين ولسه التالتة ان شاء الله جاية يعني ايه أصلا تبقى محتكر كل ده يعني ايه يا ناس يا عالم فريق يخسر خمسة فريق يخسر خمسة ومن بعدها ما يخشش فيه ولا هدف وكأن السر دايما في سان داونز من أربع سنين سان داونز كسب الأهلي خمسة قبل هذه البطولة الأهلي وصل بعدها تلاتة فاينال أفريقيا كسب منهم بطولتين قبل هذه البطولة اللي هي بقت الرابع اللي يوصل فعلي النهائي كان سان داونز برضو كسب خمسة السنة دي سان داونز بيكسب الأهلي خمسة في المجموعات وبعدها الأهلي ينفجر في كل البطولات محليا وأفريقيا ما يخشش فيه في كل البطولات غير هدف واحد اللي دخل فيه في مرمى من بيراميد في نهاية كأس الموسم الماضي وبس قوة كبيرة دفاعية قوة كبيرة هجومية أداء فني كبير أداء فني رائع استمرارية مش طبيعية هتول يا جماعة فريق في العالم في العالم أيوة حقار أن الأهلي بأي فريق في العالم مش ببالغ هتولي فريق في العالم عنده هذه الاستمرارية في الإنجازات والبطولات وتحقيق وتكسير الأرقام الكواسية هتولي فريق في العالم مش بقولي أن الأهلي يحسن من ريال مدريد مثلا كمستوى فني أنا بكلمك على تاريخ تاريخ الأهلي يفوق أي فريق وأي نادي في العالم فريق أو نادي متأسس من 1907 وطوال هذه السنوات أو 16 عام الأهلي دائما لا يغيب عن منصات التدويج والبطولات طب إيه؟ ما عندكش 4-5 سنين بطاقة فيهم ما عندكش سنتين بطاقة فيهم حتى بقولك سنتين ما عندكش ما عندكش في تاريخك ده ما عندكش ده في كموسك طب ما فيش حد بييجي مثلا يباوز النادي شوية ما فيش إدارة ولا مدرب ولا لعيبة يعملوا مشكلة ما فيش ما فيش أي أزمة إيه النادي العجيب ده؟ إيه النادي الغريب ده؟ بصراحة يا جماعة الأهلي حالة وأنا دايما لما أتحدث عن الأهلي بهذا الحماس وقلتها قبل كده أدى حدث عن مؤسسة مصرية ناجحة نفخر بيها جميعا هو ده اللي في دماغي هو ده اللي حطه في اعتباري سيبك من الجماهير بقى لي بصوا الوقت يقولك إيه ده شوف بيتكلم على الأهلي إزاي مش المفوض يتكلم عنه كده طب بيبالغ ده ما بيبالغش أنا مش حتة جماهير وحتة كورة وحتة أندية أكلمك على مؤسسة مصرية تحافظ دائما على الحد الأدنى من النجاح ومارس الكولر ده ده حكاية وأنا النهاردة قلتها أقولها بصراحة وعارف أنه بتدايق ناس بس يعني هقولها وخلاص بص بداية كده بيتسو مسماني اتحط اسمه في تاريخ النادي الأهلي في حروف من دهب مفيش خلاف مفيش خلاف راجل إنجازاته عظيمة ورائعة وكل شيء أنا هنا أتحدث معك فنيا هل شاهد هذا الأداء الفني المميز فني في الملعب كرة حلوة يعني من النادي الأهلي مع بيتسو مسماني وبالتالي في رأيي برضو في رأيي عشان لو أنت رأيك مختلف براحتك وحقك مارس الكولر أكيد أحسن من بيتسو مسماني في وجهة نظري والمقارنة بين مارس الكولر وأي مدرب سابق جه للنادي الأهلي ما بعد منو الجوزي هي مقارنة ظالمة للمدرب ده مش مارس الكولر المدرب لا هتقلم بي مارس الكولر لا لا مدرب قدير هتقول لي طيب بأمرت إي عشان خد مثلا كاسو سوبر هقول لك ما خدش كاسو سوبر لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله ما كسبش دورة أبطال الأفراج تمام؟ أنا هنا بكلمك على شكل فرقة أنا مبسوط أنه في تطور حصل للعب المصر معلش يعني معلش تكريم منو الجوزيه التطور العظيم اللي عاش فيه لعب النادي الأهلي مع منو الجوزيه فاد مين بعد كده؟ تكريم فاد منتخم مصر خلى منتخم مصر عنده جيل زهبي قعد 2006 و2008 و2010 أنا ببص لدي بقى ببص شايف التطور بتاع مرور العطية يلعب أساسي منتخم مصر مرتاح دلوقتي شايف التطور بتاع حسين الشحات يلعب أساسي منتخم مصر دلوقتي مرتاح شايف التطور اللي عند محمد عبداليم هو كان أساسي أصلا تطور اللي عند ياسر إبراهيم شايف التطور اللي عند محمد هاني يلعب أساسي منتخم مصر مرتاح دلوقتي كهرباء ما هو ده مدرب فاد في الإيته طبعا اللي هو النادي الأهلي بس بالتبعية فاد منتخم مصر أتمنى بقى كل المدربين اللي يجوا مصر يبقوا زي مرسي كرة عشان في الآخر يستفيد منتخم مصر لا لا مدرب قدير محمد هاني كان بعيد عن مستوى رجعوا المستوى قبلها كريم فؤاد ما كانش بيلعب جناح كريم فؤاد بقى جناح واتقلق جدا كهرباء جاي من إقاف 7-8 شهور يجوا يبقى المهاجم الاسبتة على النادي الأهلي وينضم المنتخم مصر واحد من هدف النادي الأهلي هو هدف قريدي دوري أبطال أفراقيا هتلاقي حسين الشحاة كان لعب جميع النادي الأهلي تنادي برحيله بقى واحد من أحسن لعبي النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام بيرسي تاو اللي جابه بيتسو موسيماني بيرسي تاو اللي جابه بيتسو موسيماني اللي لعب مع بيتسو موسيماني في سان داونز ومع النادي الأهلي ومفروض العلاقة عظيمة جدا من الاتنين بيرستاو بيقدم مستوى مع مارس الكولر أفضل عشر مرات من اللي كان بيقدمه بيرستاو مع بيتسو موسيماني حمدي فتحي والتطور اللي حصل عند حمدي فتحي فرقة كلها بقت حلوة وكل ده الكسبان فيه مع النادي الأهلي منتخم مصر طبعا مدرب طيب هقول لك حاجة تانية النهاردة وإحنا توقع ده وكاية المعلومات اللي بتجينا من هناك كده إنه مارس الكولر هيجري أو هيجري كثير من التغييرات في تشكيلة النادي الأهلي النهاردة بعد ضمان جزء كبير من الصعود لنهاية دورة أبطال أفرق يرايح بقى علي معلولي يرايح حمدي فتحي يرايح كهرباء يرايح برستاوة وحسن الشحاد يرايح بقى لعيبة عشان ما يديش رسالة للعبته إن إحنا المطش دوت عادي وسهل ومش مهم لا التشكيلة اللي لعبت مباراة الزهب هي اللي هتلعب مباراة العودة مخاطرة مخاطرة ما فيهاش غير علي لطف اللي نزلت ترارية مكان محمد شناول للإصابة بس ما بيهزرش ما بيهزرش ما بيديش مساحة لعيبة النادي الأهلي إنها هتقول إيه ما نرايح شوية بقى ما ناخد نفسنا بلاش الإرهاق وبعدين النهاردة الكيميستري أو الكيميا اللي بقت عند لعيبة النادي الأهلي يعني مثلا مثلا يعني هتلاقي علي معلول بيتقدم فيخش مكانه محمد عبد المنعم فيرجع مرارة طيب هنا اللعب تمام؟ تخش تلاقي مثلا مروانة عطية دخل قدام يرجع تلقائيين أليو جانجة حسين الشحات يخش في العمك تلاقي واحد علي معلول متطرف على الشمال وبرسي تاوي يخش في العمك فتلاقي حسين الشحات خد مكانه الطبيعي فبرسي تاوي يدي كورة لحسين الشحات يعمل أسست يعمل جون حاجات فنية بتتعامل هي المفروض إنها عادية وسهلة وبسيطة مش صعبة على لعب الكورة بس إحنا كنا بنقول عليها في مصر إنها حاجة معقدة على اللعب المصري طيب مين اللي ما خلقاش معقدة؟ مدير فني مدير فني كوف مدير فني خلق نهارده طائر محمد طائر رحمد عبداليادر محمد مجدعف شوباء اللعبين على الدكة ومتحسش إنه النادي الأهلي عناصر أسيان ناقصة منه لأ هؤلما موجودين دول أسيان واللي بره يلعبوا أسيان عادي والفرقة بقى فيها نجوم كتيرة طيب على المستوى البدني النادي الأهلي ما شفتوش من عشر وخمستاشر سنة شو بقى أنا مش ببالغ برضو من عشر وخمستاشر سنة بهذه الحالة من السبات في الحالة نفس كويس واضح إنه التجهيز البدني واضح إنه المعدة البدني بيشتغل كويس جدا برضا جهاز فني ومدرب وتفاصيل كثيرة جدا هتقول لي يا كريم يهدى مهلسة الأهلي مكسفش بطوله ما هيدي المصيبة ما هيدي المشكلة إنه إحنا طول الوقت في الكرة المصرية بشكل عام نقيم المدرب بالقطعة هتكسب بطولة هتبقى مدرب كويس هتكسب بطولة هتبقى مدرب وحش ببساطة رغم إن يبيب جارديولا اللي حميله عليها أعظم مدرب في العالم الراجل كان بباهد المانشستر سيتي في أول موسم وبعد كده دس على كل البطولات وخد كل حاجة الصبر بقى أنا متأكد إن النادي الأهلي مهما كان نتيجة نهاية دور أبطال أفريقيا اللي إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكسبها بإذن الله بقى سان داونز الوداد ومن آخر يعني أي منافس يخاف من النادي الأهلي يعني أي منافس الطبيعي يخاف من الفرقة وصلت للنهاية دور أبطال أفريقيا أربع مرات وربع طبيعي يعني هتقول لي ما هو سان داونز اللي يكسب الأهلي أه من سيدة خمسة يا سيدة ومش نسينها الأهلي مش ناسي إنه تغلب خمسة عشان كده بعد الخمسة دا بنزين على الآخر على الآخر لا حد عارف يكسبه ولا حد عارف يسجل فيه ولا حد عارف يعمل معي حاجة فهو كمال أهلي يتعلم الدرس بيحصل يعني بيحصل ألف مليون مبروك للنادي الأهلي فوزوا اليوم على اتراجي تونسي بهدف دون رد هدف حسين الشحات بعد مباراة الزهاب بسلسية نهاية دورة أبطال أفريقيا بكرة صندق ونزل وده فيه مباراة الزهاب كانت بيه التعادل والله وأعلم اللي هيحصل فيه مباراة الناس تشوف أنه سانداونز أكيد هيكسب في جنوب أفريقيا والموضوع خلص وإن كنت أنا شايف أنه داد مش عمره ما هيبقى لقمة سهلة سواء لسانداونز أو لووس النهاي للأهلي يعني هو فرقة قوية جدا وفرقة مميزة جدا من الفرقة الكبيرة يكفي أنه هو يسعد لنهاي دورة أبطال أفريقيا للمرة التانية على التوالي هو حامل اللقب في كل الأحوال يعني فما ينفعش الاستهتار بيه عايز بس أوف عنده نقطة أحمد عبدالقادر طاهر محمد طاهر وبينكو سين أفشة بس مش عايز أدوس على أفشة أو عشان ملحقش أو ما أو يعني أفشة مش من العيبة اللي بتاخد كتير زي عبدالقادر وطاهر في الفترة الأخيرة أنا بستغرابهم بصراحة أنتوا اتنين بدئين أساسيين مع النادي الأهلي مع مارس الكولر واحد الجناح الأيصر واحد الجناح الأيمن طاهر اصاب شوية وعبدالقادر مستوى هبط شوية فبيعضوا عن التشكيلة الأسية أكيد نفسك ترجع للتشكيلة الأسية بس ما ترجعش التشكيلة الأسية وأنت بتقول إيه أنا النجم المركز ده بتاعي فأنا هنزل كده كده هلعب لأ إنت لو هتاخد تلات دقايق تلات دقايق بس في المباراة انزل موت نفسك وركز جدا 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 المباراة التانية على التوالي طاهر محمد طاهر وإحمد عبدالله لما بينزلوا الأداء بتاع الأهل يتحول أو يتراجع بالعكس لأنت مفهود تنزل تبقى أحسن بكتير من اللي كانوا موجودين عشان أنت بستني الفرص أنا بقول كده عشان حمد عبدالقادر لعب كبير وطاهر محمد طاهر لعب كبير بس تغربهم بس وأنا بقول الكلام ده عشان أنتم مفهود تبقوا ورق موجود في النادي الأهلي افرد مثلا لقدر الحسين ولا بيرس إصابات توقفوا وإنظارات غاب كهرباء فينزل يعني اللعيبة اللي قادة على الدكة دي لازم تبقى فاهمة إنها ممكن فيها وقت تبقى لعيبة أسية مش عالق الكرة بتاع الأحمد العبدالله دي مدايقاني جدا بالمناسبة هي مدايقاني جدا بس مش عايز مبالغة في الهجوم على عبدالقادر هو كهرباء المطش اللي فات ضيع انفراد غريب جدا قدام التراجل لو تفتكروا غريب جدا بس محدش داس على كهرباء قوي يعني بس كهرباء عشان مجمل أعماله كويسة فالناس تفوت له واحدة ممكن تفوت له اتنين وثلاثة لكن عبدالقادر لما بينزل ملعب أخطاء في الباص أخطاء في القرارات أخطاء في إضاءة الفرص فالناس مش مسكاله تضيعت الفرصة دي أنا مدايق مش عشان ضيع الفرصة أي لعب في العالم بيضيع فرص واسهل من دي كمان أنا مدايق بس إن الكرة كانت حلوة 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 فيها كرة أوروبية كرة عالمية كونت مانشيستر سيتي كده اللي احنا من يومين ثلاثة شايفينها قدام ريال مدريد الزكرة الوحشة دي فهي دي بس اللي كانت خسارة يعني دي بس من الحاجات الأولية عايزة أقف كمان عند لقطة كانت مهمة النهاردة لقطة خروج علي معلول نزول خيال عفتاح خيال عفتاح لما وقف على الخط عشان يستعد للنزول الناس كانت جميل أهل يعني كان مستنية بطبيعة الحال إنه محمد هاني يخرج خيال عفتاح ينزل علي معلول يفضل في الملعب ياخد شارط القيادة في غياب محمد الشناوي ومحمد هاني فيبقى أول مرة علي معلول يبقى قائد للنادي الأهلي ويرتدي شارط القيادة فرح الراجل مهرس الكورر خرج علي معلول وساب محمد هاني لحظة معنوية ونفسية آه جمهور النادي الأهلي وبصراحة كمان كان نفسه شوفه يعني علي معلول يستحق يبقى قائد للنادي الأهلي ليس تقليلا من كل الكبات اللي في النادي الأهلي خالص بس إخلاص اللاعب واستمرارية مستواه الجيد وتأثيره المميز خلى علي معلول يخرج عشانكم معاه النظار هو خاف بس من الإقافات نهار ده برضو حمد فتح لي تغيوت أخر خالص حمد فتح لو كان قد نظار نهار ده كان يتوقف عن المبارات الزهاب في نهاية دوري أبطال أفراكة بس هو لقى حساباته مارس كولر وحلو إنك تبقى تصق في المدرب يعني يقول لي اعمل اللي انت عايزه قعد ده ماشي ده خرج ده دخل لي برحتك اللي انت عايزه ليه عنده أمارات كثيرة وكثيرة وكثيرة طيب نروح ليه أرقام النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفراكة بعد الوصول إلى النهاية أرقام مبهرة ومدهشة تعال نشوف الأهلي وصل إلى نهاية دوري أبطال أفراكة للمرة 16 في تاريخه ليصبح دعف عدد ما وصل له أقرب ملاحكي نادي الزمالك والتراجي 8 مرات الأهلي يعادل رقمه القياسي السابق بالوصول إلى نهاية دوري أبطال أفراكة 4 مرات تتالية كما حدث في الفترة ما بين 2005 إلى 2008 تحت القيادة الأسطورة مرور الجزء الأهلي لم يخصر نهايين المتتالية في دوري أبطال أفراكة إلى مرة وحيدة فقط عامي 2017 و2018 أمام الوداد المغرب والتراجي على التوالي الخمس نهايات التي خسرها الأهلي من قبل في دوري أبطال أفراكة منهم أربع مناسبات كانت أمام خصم عربي شمال أفراكة ومرة وحيدة فقط أمام منافس غير عربي بالمناسبة يعني بالمناسبة رقم كده اللطيف يعني الأهلي 2005 و2006 و2007 و2008 2005 و2006 و2007 و2008 دول الأربع نهايات اللي وصلهم وراء بعض كانت البطولة اللي خسرها هي الثالث 2007 يعني كسب 2005 و2006 خسر 2007 وكسب 2008 النادي الأهلي في الأربع نهايات اللي وصلهم دلوقتي كسب 2020 2021 خسر 2022 اللي هي الثالثة فالربع المفهود يحصل إيه؟ إن شاء الله الأهلي يكسبها بإذن الله بإذن الله سوابها سانداونز الوداد النادي الأهلي أفضل إن شاء الله دايما باسمه الكبير وتاريخه الرائع وأيضا الأداء الفني الكبير اللي بيقدمه النادي الأهلي طيب نروح لأرقام النادي الأهلي في دوري أبطال أفراكة بعد الخسارة من سانداونز يعني النادي لما بيخسر أو خسر لما خسر من سانداونز حصل إيه؟ الأهلي بعد ما خسر من سانداونز الخسارة اللي هي بخماسية لعب ست مباراة في دوري أبطال أفراكية فاس في خمسة عدل في واحدة سجل 13 هدف ولم يستقبل أي هدف أي هدف فيه بعد كده حلوة ماشي مارس الكورة بعد المباراة كان ليه تصريحات مهمة قال فيها سيطرنا على المباراة بشكل كبير وسعداء بالفوز أهضرنا فرص كثيرة في الشوت التاني لكن في النهاية قدرنا نفوز ونحق المطلوب طيب قال ردا على السؤال هل الأهلي فاز بسبب غيابات التراجي ورقلة جزاء أطهر الطاهر الجملة الشهيرة دي قال الأهلي أيضا أضع رقلة جزاء أمام سانداونز والأهم ما وصلنا له الآن وإننا في النهاية مش أسمع الكلام ده قال كمان غيابات التراجي هي ظروف بيمر بيها أي فريق وإن لم يكن فريقا جيدا لما استطعنا الفوز والتأهل للنهاية وقال كمان كنت واصك في مستوى اللعبين ولم يكن لدي أي شك على قدرتهم على التطور على مدار البطورة بداية من الدور التمهيدي حتى الآن وقال ما عرفش الخصم اللي هنواجه فيه النهاية في النهاية حتى نقوم بتحليله وقال نحن منستعدل أي خصم بشكل جيد ورد الاعتبار أمام سانداونز ده سؤال كان وجه ليه قال أنا ما فكرش بالطريقة دي وما بقع حطش مشاعري أو مشاعر السقر أبدا في حساباتي طيب سألوه أيضا برونو سافيو إمتى هنشوفه إمتى هياخد فرصة قال إن سافيو كان مصاب ورجع بعدين تصاب تاني ومش واخد رتم المباراة فمش أقدر أضم كل اللعبين للمباراة لكنه مش مستبعد بشكل نهائي وممكن نشوفه في المباراة اللي جاية طيب هقف شوية بسيطة جدا على الفكرة بتاعت إنه لو كانت ضربة الجزاء بتاعت أطهر الطاهر اللعب الهلال السوداني سجلت في سانداونز في دور المجموعات كان سعد الهلال وخرج النادي الآلي من دور أبطال أفريقيا من دور المجموعات هو إحنا يا جماعة هادي فيه عذر هادي كورة يا جماعة كورة الحظ بيخدمك ساعات وبيقف قدامك ساعات ولما الحظ بيساعدك إنت ما فوت تكمل وتنتصر ولو الحظ واقف معاك توقف على رجلك تاني وتنتصر ما هي دي كورة يعني مش حكاية ومش إفه لطيف أصلا مش إفه لذيذ يعني نقفش عنده كتير عشان النادي الأهلي تاريخه العظيم تاريخه العظيم تاريخه الكبير تاريخه المشطبيعي ده تمام ما عملهوش عشان عشان ضرب الجزاء ضيعة أطهر الطاهر قدام سانداونز لا النادي الأهلي تاريخه زي ما بيقوله كده ايه بدراعه تاريخه العظيم بدراعه إنجازاته العظيمة بدراعه بدراعه أقدام لعبيه واستقرار إدارته وأجهزة الفنية المميزة صح والعراط آه يقف معاك التوفيق مرة يقف ضدك التوفيق مرة في كل الأحوال لو أنت مش شخص ناجح عمرك ما يبقى عندك كل هذه الاستمرارية ركلمك فيه مية وستاشر سنة الأهلي نجحات لا تنتهي مية وستاشر سنة كان فيها أطهر الطهر أكيد مية وستاشر سنة ما كانش فيها أطهر الطهر يعني طيب مرأة عطية دعب النادي الأهلي كان لها تصريحات مهمة بعد مباراة التراجي وقال ظهرنا بشكل جيد بسبب مساعدة زملية وتنفيذ التعليمات وداخل النادي الأهلي لا يوجد لاعب أساسي ولاعب احتياطي ويجب أنه حارب في كل مباراة للحفاظ أو حارب في كل مباراة للحفاظ على مركزي وقال أنه ما فيش لاعب يتسبب في فوز الفريق بمفرده أو يتسبب في خسارة الفريق بمفرده وقال كلنا على قلب رجل واحد وهدفنا كان الحفاظ على نتيجة مباراة الزهب وقال ده مش فريق الترجل اللي احنا نعرفه هم أقوى وأفضل من كده بكتير لكن احنا بنحضر قبل أي مباراة بأسبوع ونحترم أي خصم وده شيء مهم وربنا بيكافئنا في الملعب وقال سنرى من سيسعد للمباراة النهائية وجاهزين لأي منافس لنحصل على البطولة إن شاء الله مرحب أعطي واحد من أهم 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 السفقات اللي اتعملت في الدوري المصري من 15 سنة واحد من أهم مش لازم يكون الأهم بس على اللي واحد من الأهم صفقة زهبية للنادي الأهلي صفقة بفلوس كتير قوي وبصراحة اللي زي مرحب أعطيها ده اللي بيدفع فيه فلوس يعني أنت نتيجة تدفع فلوس وتدفع عشر وعشرين وخمسة وعشرين وتلاتين واربعين مليون جنيه تدفع في العيبة بكوالة مرحب أعطيها مش أي لعيب وخلاص خد بالك لو تلاحظ بالمناسبة يعني المرحب أعطيها قبل الأهلي رغم أنه كان بيقدم مستوى جيد جدا مع الاتحاد بس بينكو سين كده مش لعيب سوشيال ميديا مش اللعيب السوشيال ميديا أو الإعلام أو الجماهير طلقوا السماء على الفاضي مش لعيب ترئيسة ولا كبري ولا جل حلو لأ لعيب كورة لعيب كورة بس ببساطة عشان هو لعيب كورة الناس في الأهلي شافوه قالوا أنه هو لعيب كويس وهيبقى مفيد فجي النادي الأهلي وأصبح بعد كده يعني نجم شباك نجم شباك كبير كمان مش أي نجم يعني يا بخت الأهلي مرحب أعطيها بصراحة وبالتأكيد يا بخت مرحب أعطيها بالأهلي أنيسي البسعيدي مدرب التراجي اللي جيب بديلاً لنبيل معلول بعد رحيله قال إن التحضير الزهني قبل مباراة اليوم كان صعب جداً بعد الخسارة الكبيرة في الزهاب وقال حاولنا نتفادى الأخطاء اليوم لكن وجهنا الأهلي وهو في أفضل أحواله وقال لو اختلفت نتيجة المباراة في تونس الوضع كان سيختلف لكن علينا الآن النهود سريعاً كفريق كبيل لأن هناك مواجهات قوية جداً تنتظرنا على الشأن أو في الشأن المحلي وقال إن الأهلي استغل الصغرات الدفاعية والهجمات المرتدة وشكل خطورة كبيرة حالنا ندخل المباراة بشكل تدريجي لكن للأسف استقبلنا هدف أنهى كل شيء على الفريق نفسياً وقال أنا ما أخططش بكبول المهمة تدريب التراجي بعد الخسارة في الزهاب لأن التراجي فريق كبير ونحن دائماً تحت أمر الإدارة في أي مكان دي تصريحات المدير الفني لفريق التراجي مرة أخرى فكرة إن التراجي مش في أفضل أحواله وده مش معناها إنه الأهلي كان في أفضل أحواله أنا واقف كتير أو النهار ده أنا بفرج على المباراة دي كنت بتأمل حاجة مهمة جداً كان فريق مصري بما فيه من نادي الأهلي لما تبقى ضامن فوز أو ضامن انتصار أو ضامن سعود بتقدم مباراة جيدة أو مباراة كبيرة إحنا عادتنا كلعبين مصريين أنا خلاص يا عم ضمنت فكرت مستنى رأي بالأهلي النهاردة أشوف الأهلي هيعمل إيه هيعمل مباراة كبيرة محترمة ولا لأ لأ الأهلي غير النسخة دي من النادي الأهلي غير بصراحة نفس الأهلي يكسب دور أفطال أفريقيا عشان مارس الكورر كمان يسبت أقدامه كمان وكمان متأكد إنه جميع النادي الأهلي تعشق مارس الكورر دلوقتي بس أنا عارف برضو إنه لو أقدر الله لو أقدر الله خسار الدور أفطال أفريقيا ممكن تعمل علامة مش كويسة بينه وبين الجماهير فالراجل ده يستحق إنه يكمل مع النادي الأهلي ويستحق النادي الأهلي إنه يبضل مارس الكورر المدربه عشان هو فعلا المدرب يفرق مع الكورر المصري يفرق مرة قلت قبل كده وبعض الناس خادوا علي الكلام ده لأنه يبضل له فريرة ليه ما يديش كرسات ويدي محاضرات للمدربين الشباب في الكورر المصري قال لك يا عم ما تشايف فريرة عامل يعني بغض النظر عن النتائج ده راجل تاريخه عظيم مدرب كبير عمل إنجازات مع الزمالك فلما نستفيد منه نستفيد منه هيكسة مش ماتش تكسبه ولا تخساره نستفيد من خبراته الكبيرة خاصة إنه هو أكيد عنده خبرات ونجحات كثيرة جدا نفس الأمر اللي بقوله على مارس الكورر ده الناس دي لما تبقى موجودة في مصر وحنا تلوقتي عندنا ناس في التحاد الكورر بيعملونه ده كويسة أولا مشوف مدربين كتير بلوحوا يديهم محاضرات مدربين مصريين روح استأذن الأقل استأذن مارس الكورر قوله تعالى ادي محاضرات ليه مدربيننا الشباب أو حتى مش الشباب ورينا خبراتك ادينا خبراتك دي حاجة مش عيب كان نفس ده يحصل مع مانو الجوزيه كان نفس ده يحصل مع كلوس كروش كان نفس ده يحصل مع عبيد سمسياني يحصل مع اي مدرب عنده خبرات مش عيب يعني ففرصة الراجل موجود معنا دماغه حلوة قوي طيب احنا لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل اشاراتني ونهارني الزميل عزيز محمد جمال محللنا الرياضي خليكم معنا يا عرم حضراتكم مرة اخرى عادة الفترة الاخيرة النادي الاهلي يحقق الكثير من الانجازات الكثير من الروعة في الاداء وفي البطولات وفي المباريات الحاسمة ودائما مع كل هذا بيبقى ضيفي في الحلقة اللي بيبقى فيها النادي الاهلي منتصر وعمل انجاز عظيم جدا صديق العزيز محمد جمال يمتعنا مثلما امتعنا النادي الاهلي في مبارياته اشيم بنور حبيب يا كيمو اخبارك ربنا يخليك ايه الحلاوة دي النادي الاهلي ديس كنت بقول من شوية في متعة مش مجرد بيكسب ومجرد انه بياخد خطوات له قدام سواء بطولات افريقية بس ممتع كما مارسل كولر احنا بنتتكلم وبنشيد بمارسل كولر من بداية المسيرة في بطولة افريقيا او المسيرة المحلية لما نجي نتكلم على كيفية التحكم في الايقاع بشكل عظيم اتهيئة مهمة جدا انا زي هيئ فريقي نفسيا وذهنيا انه ينزل يحترم المنافس اللي فايز عليه على ارضه بالثلاثية ده انبوت الناس مع سهولة المباراة والسهولة اللي الاهلي حط فيها المباراة مركزوش فيه قوي الاهلي متحكم في الايقاع من الدقيقة الاولى للدقيقة الاخيرة نهاردة بنتكلم على نسبة الاستحواز 70% وتتجاوز 70% صالح النادي الاهلي بنتكلم على عدد تمريرات ووضع في عدد تمريرات الترجي بنتكلم على ان النادي الاهلي نهاردة دقت تمريراته الاهلي عمل 742 تمريرة دقت تمريرات الاهلي نهاردة 96% رقم مبهر 710 تمريرة صحيح عمل منهم محمد عبد المنعم لوحده ومعظم تمريراته معظم تمريراته امامية 111 تمريرة لمحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم كمان يا كريم بيقولك قد ايه الراجل ده ليه بصمة على كل لعيب في الفرقة ان ياسر ابراهيم ما بقاش في قزمة في الخروج بالكورة زي الاول وجود محمد عبد المنعم بيحل مشكلة للخط الدفاع كله ولقطة مهمة جدا لازم نتكلم عليها نهاردة استخدام الازهرة والرجل النهاردة بمنتهى البساطة بالاجناحة بس وبلعبة مركز تمانية قادر يعملك معزوف طول المباراة وتروح على المرمة مرة واثنين وثلاثة من خلال التحركات بتاع الثلاثي الامامي دون استخدام الازهرة الا في مناظر مع الاتزام بالواجبات الدفاع التحركات بتاع الثلاثي ده في حد ذاتها قبل ما نروح للهجمات والحالات والشغل وازاي اللعبة بتشتغل محتاجة تدرس الناس لازم تتعلم من مارسي الكولر وهنا لا أبالغ لا أبالغ الناس تتعلم من مارسي الكولر ازاي استخدام استخدام الأفكار البسيطة ورفع جودة تنفيذ هذه الأفكار علشان توصل للحالة دي كل الدنيا أفريقيا محليا عارف الأهلي بيعتمد دلوقتي على الأجنحة كصنع لعب وبيعتمد في على حمد فتحي ولعيب مركز ثمانية اللي جنبه سواء ليو دينجا وعمر السولاي لا النهاردة الأجنحة هم اللي بيعملوا ده لبعض النهاردة محمول عبد المنعم كهرباء في الدياة خمسة بداية تنفيذ الأفكار في الدياة خمسة من خلال تحركات الأجنحة لو جهزة معنا الحالة بتاعت في الدياة أربعة ونص بيبدأ الانفراد الأول انفراد نموذج له لكان فيه تسلل بقدم سابق بأقل من خطوة محمول عبد المنعم كهرباء وإنهاء ممتاز إنهاء ممتاز بالقدم اليسرى في المقصة تيجي في العرضة آه حسب التسلل بصها كريم الخلخلة تاني دايما بتلاقي الكرة بتفضل تتجمع ناحية الشمال وهنفضل نشرحها متمره والأهل هيفضل يعملها متمره بنجاح خلال كل المباريات اللي فاتت ومباريات اللي جاي كمل الفريم اللي بعده هتلاقي إنه علي معلول الكرة بتبتلي عند علي معلول تروح لحسين الراجل الجناح ناحية الشمال بيدخل انسايد عشان يشتغل كصانع لعب بيعمل الباص هنا اليمين للجناح اليمين اللي هيكرر خمس مرات النهاردة كلهم خطر كلهم خطر حسين اللي تاو تاو لحسين تاو وقف على الكرة حط الكرة بشكل ممتاز انفراد لكهرباء اللي قرر تاني وتالت ورابع من طريق حسين وتاو كمل فريم اللي بعده استقبال وإنهاء ممتاز من كهرباء إنهاء عظيم بتروح في العرضة لكن يمكن التسلل ما أمهلوش إنه يسجل هدف جميل وترجمة نهاردة بنتكلم عن ديها كم ديها لم تتمم الخمسة الأهل بيروح انفراد بنفس الطريقة اللي بالمناسب راح بيها في مبارات الزهاب ونفس الطريقة اللي راح بيها نهاردة مرة واثنين وثلاثة دي كانت الإنهاء الرجل صدق دبشي لا حوله له ولا قوة يعني بسفرج على الكورة زي ما حكروفرج عليك بسفت نهارات الزهاب والعودة أنا برضا بحاجات لها مرتهاش النهاردة في المقدمة نهاردة بقى بدأت أشوف حقيقة شخصية فنية للنادي الأهلي طبعا يعني كتير من النهارات اللي فاز للنادي الأهلي على سنوات ماضية لا لي يكسب لا لي بقى بيكسب بيكسب بأي طريقة يكسب بس مش بالتحكم ده لا وإنه أنا مش محتاجة غير من طرق لعبي ومش محتاجة غير من لعبتي أنا حوليك أنا بعمل إيه وهعمله فيك تاني وتالت ورابع وهعمله في كل المنافسين عادي جدا من قدرة الرجل على التحكم في أدواته والتحكم في لعبته على تنفيذ اللي في دماغه الرجل بقى بيفرض شخصية الأهلي على أي حد أي نكمين بيلعب زهابا إيابا بنفس الشكل الرجاء زهابا إيابا بنفس الشكل الترجي زهابا إيابا بنفس الشكل وبيخترق وبيشتغل بنفس الطريقة لما نجي نروح بقى لتاني أفراد المثلث الذهبي بتاع النادي الأهلي حسين الشحات حسين الشحات يا كريم حسين الشحات بيقدم مردود مبهر للمباراة كتير قوي ما بقتش عد المسلم الحالي ما بقتش عد حسين الشحات واحد من أهم مفاتيح النادي الأهلي تفضل هنرجع نكمل معك بس هنروح لفاصل بعد الفاصل نواصل الكلام عن الشكل الهجومي للنادي الأهلي مع عجيم الأهلي بشكل عام خليكم طيب احنا قبل الفاصل كنا منتحدث مع عجيمي عن الشكل الهجومي للنادي الأهلي والسلاسي الرائع جداً كهرباء وحسين الشحات وبيرستاو خلص كهرباء ودخلنا في حسين الشحات وبيرستاو تو والشحات تحديدنا يا كريم كاشف المساحات في الكرة الأفريقية حالياً في دوري أبطال أفريقية أفضل اتنين لعيبة بيدوروا على المساحة في الموسم الحالي أفضل اتنين لعيبة بيكتشفوا المساحة عشان كي أقول لك كاشفها المساحات مع عمور سيركولر هما الاتنين حسين الشحات وبيرستاو بطلنا نستعرض الحالات وشوف التحركات دايماً التحرك عكسي يا تاو بهو اللي بيعمل الباص وحسين بيتحرك يا حسين هو اللي بيعمل الباص ويتاو بيتحرك وفي الحالتين الاتنين عندهم الحساسية والضقة الشديدة جداً سواء في كرة الهدف كرة انفراد كهرباء الأولى كرة انفراد كهرباء التانية انفراد بيتاو كرة انفراد حسين اللي بعد الهدف مباشرة يلا ماشي ماشي هلمش هنا دي انفراد كهرباء من كرة تمريرة بسيطة جداً من مروان لحسين الشحات أول ما بياخدوا الكرة ودي بيزي تحسين الشحات لبسم الحالي القرار متحضر ويفرع حسين الشحات عن أي جناح تاني في الكرة المصرية أو النادي الأهلي تحضير القرار بدري جداً بص التحرك بتاع كهرباء القطع بتاع الكهرباء الباص بتاع حسين كمل الفريم اللي بعده ودت الراجل انفراد وهنا لازم أقف عنده نقطة التحرك بتاع كهرباء كهرباء شايف الكرة يا كريم بيتحرك وعارف الكرة انها هتروح من وراء ياسين مرياح راح قابل الكرة وخلي بالك جسم كهرباء بدنياً أو الفيزيك بتاع كهرباء أقلب كتير من ياسين مرياح ومحمد قابل تجاية الراجل بيحط نفسه بيحط الكرة وبيحط جسمه قبلها وبيروح وبرقص الحارس وبرجعها لحسين تاني كمل الفريم اللي بعده وبرجعها لحسين تاني وبتروح بيشيلها محمد قابل تجاية من على خط المرب أنا مش واقف هنا عن إن الكرة انفراد وكرة دخلت أو ما دخلتش وضعت أو ما ضعتش نفس السيناريو بتاع الاختراكات والتحركات بتاع الطلاسي شوف حسين الشحاب بيعمل باصمة إيه من مكان البلاي ميكر من وسط الملعب بيرسي تاو لما عمل الانفراد بتاع حسين الشحات من إيه من نفس المنطقة بس بدل ما هي من ناحية الشمال بتاعت النادي الأهلي من ناحية المين تحس إنه في قطع شطرنجة بتتحرك اللعيبة بتتحرك أوتوماتيكلي فيه سيستم بيتحرك جوة النادي الأهلي هاتلي الحالة اللي بعدها على طول بتاعت الهدف بتاع حسين الشحات إحنا جبناها هاتلي بعدها الكرة بتاعت حسين الشحات الانفراد ماشي ماشي الكرة هاتلي الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده بص يا كريم إرجع هنا بس بس عشان أنا هقف عند مروان وهفكرك باللقط ري هنا بداية الكرة وصناعة الهجمة والتحول والقدرة وعودة الكرة صاحب الكرة في النادي الأهلي في وسط الملعب أكثر لعب عنده القدرة على استخلاص واستعادة الكرة هو مروان عطي صاحب الكرة دي صاحب الكرة بشكل مبهر مروان عطي غلط غلطة واحدة النهاردة في وسط الملعب هجب هالك هجب لك اللقطة وريك مين اللي رجع جاب الكرة قطع 40 متر عشان يرجع ياخده الكرة هو اللي خدها ورجع بنا بيها هجمة اتحولت الانفراد للنادي الأهلي أكيد مروان عطي مروان عطي طبعا الإجابة دايما الإجابة الأخيرة مروان عطي مروان عطي لعب موبر في وسط المعلقة على الساعة الكرة روح للفريم اللي بعده الرجل قطع الكرة دايما القرار وهنا جودة السلاسي وبص الوقفة بتاعت التلاتة يا كريم قبل ما نروح للفريم اللي بعده بص الكهرباء واقف فين حسين الشاحات واقف فين تحت تاو التحرك نموذجي للتزام بالأماكن والمربعات اللي الراجل رسمها نموذج روح للفريم اللي بعده روح للفريم اللي بعده على طول هنا كهرباء نزل قطع قبل سنتر باك عشان ياخد الكرة خد الخطوطين حطها لتاو ارجع حتى الفريم اللي بعده وشوف بقى هنا بتاعة يعمل لسبرينت حسين اوتوماتيك كريم قبل ما تاو ياخد الكرة اول ما كهرباء استلم الرس الراجل بستلم بدهره وتاو وتاو خد الكرة حسين عارف ان هو تاو اول ما هو هيتحرك هيحطه له الراجل حطه له في المساحة روح الجول الكرة اللي بعدها هاتلي بقى الانفراب بتاع حسين الشحات اللي بعدية على طول دي بدايتها وهنا هرجع اقول تاني الدور الدفاعي الناس بتتكلم هو ليه مارس الكولر سيستم يا كريم بنتكلم على السيستم بتاع مارس الكولر بنتكلم على حمد فاتحي بص هنا الكرة دي هتروح انفراد بدايتها هو استخلاص ممتاز ثم تحول عظيم نموذج نفس السيستم استخلاص ممتاز حمد فاتحي قال يو ديان جامر انا عطيها ثم تحول نموذج هنا بلوك بيعمله حمد فاتحي كمل الفريم اللي بعده حمد بياخد الكرة التحول كالعادة من حسين كمل الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده على طول كمل تاني الرجل قطع الكرة سحب عمل الباص اللي بعده راحت لكهرباء هيحطها ناحية الشمال كمل الفريم اللي بعده راحت ناحية الشمال كمل الفريم اللي بعده راحت كمل انفراد لمين وقفين اللعيب اللي طلع بالكورة وقت الاعتراب بتاع حمد فتحك على 18 النادي الاهلي كمين كان حسين الشحات طب بص التحول بتاع حسين الشحات فين على 18 بتاع الترجي بيروح ضايق اه ضايق الكورة لم يونيها بالشكل الجيد لكن التحول مبهر نموذك في التحركات بدون كورة وهي قافة عشان كده بقولك كولر لازم الناس تتعلم من مارسل كولر قافات الكورة المصرية انه بعندك دفاع في مشاكل كتير الرجل زيروا اهداف في المباراة الستة الاخيرة في دوري الابطال هدف وحيد في المباراة الستة الاخيرة عموما انفراد هنا لحسين الشحات تاني مش نتيجة بس تحولات نتيجة قدرات دفاعية وتنظيم دفاعي عظيم لمارسل كولر التحول المبهر ده مع الانضباط التكتيكي في الحالة الدفاعية كرات الكبير اوي روح لمارسل كولر وللسلاسة الهجومي تحديدا فيه كرة كيت حلوة اوي في المباراة دي عايزك تكلمني عنا شاي ما قبل احمد عبدالقادر حصل حاجات حلوة اوي 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 عايزة اسمع رأيك فيها ولكن نروح لفاصل نروح لفاصل ننجا انا نكمل مع جيمي خليكم موسيقى اعلم بحضراتكم مرة اخرى جيمي طيب سألتك قبل الفاصل عنك كرة بتاعت عبدالقادر كرة الحلوة اوي اللي اعملها التحكم في الايقاع الهارمون الانسجام التدريب الشغل للعاصر اللي ما بتلعبش ولما تيجي تبص على العناصر اللي عملت التمن بصات النموذج اللي تعملوا على خط ال 18 المبهرين بشكلهم حلوة اوي الكرة اللي كانت راحة ان هي تبقى احلى هدف دوري ابطال افريقيا النسخة الحالية ابا عبدالقادر انه ينهيها بالشكل المميز لكن لما تيجي تلاقي ان اللعيبة اللي بتعمل الباصل دي 8-9 بصات تكتاك على خط ال 18 بالشكل ده اللعيبة ما بتلعبش اللعيبة بتاخد دقايق قليلة احمد عبدالقادر طهر محمد طهر محمد مجدي افشا هم اللي اسهم وعمر السولية اللعيبة اللي اربعة اللي اسهموا في الكرة دي من بدايتها يلا نعرضها هلقى اللي اربعة دول اللي اربعة دول حالة الهارموني والانسجام والبصات بالمدقة دي بدايتها ناحية اليمين اتحطت محمد هاني اتحطت بعد كده لعمر السولية كمل الفريم اللي بعده عمر عمر راح هيحط الباص ويسند على احمد عبدالقادر اللي احمد عبدالقادر هيوقفها ويستلمها علشان يبقى رايح افشا بوشه هو اللي يعمل الباص بعدها تحرك تاني كمل الفريم اللي بعده افشا هنا هيستلم بعدها تحرك بيكمل عمر السولية انسايد تاني علشان يدخل ناحية اليمين بعد القرى بتتحط أفشا بيرجع يحطها تاني لعمر السلية عمر السلية راح هنا في المسافة لان تحرك عبدالقادر سحب معالي اتنين المدافعين لبرا راح عمر السلية عمر السلية كان ممكن يسدد حاب يضمنها ويحطها لعيم اللي جاي بوشه اللي عنده زاوية رؤية أفضل راح روح لفريم اللي بعده روح لفريم اللي بعده كمان روح هنا بيرجعها عمر السلية لأحمر عبدالقادر بيقوله الطبيعي بالراحة وطريقة أحمل عبدالقادر في بعدي انه بيركب يحطه كرة ببطن رجله بيحطها على الأرض يمينة أو شمال حطها بوش رجله مش عايف ليه استعجل وحطها بوش رجله كانت واحدة من أحلى أهداف دوري أبطال أفريقيا لو اكتمل وهرجع أقولك مش بس الكرة شكلها حلو ومش بس الكرة كانت ممكن تبقى أحلى وأحلى جن في دوري أبطال أفريقيا السنة دي تاني التمرين 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 جمهور الرادي أهلي كله كان أول ما خالد عبدالفتاح وقف بره قال له خلاص محمد هاني عنده انذار سابق يعني الريكورد بتاعه فيه انذار فهيحميه إنه ما ياخدش الانذار التاني زي ما روان عطيه وإنه خالد هينزل وعلي معلول هو اللي ياخد الشارة وناس كان منتظر الشارة وكانت لقى تصادمة بالنسبة لجمهور النادي لكن أنا عايز أقف هنا علي معلول لم يحتاج شارة وعلي معلول قائد من قادة النادي الأهلي في الملعب وكابت الحقيقي للنادي الأهلي في الملعب خاصة في ظل غياب محمد الشناوي آه كانت لقى تصادمة لجمهور النادي الأهلي لكن هرجع أقول علي معلول يستحق أكتر من الشارة ويستحق آه شارة النادي الأهلي شرف لكن في النهاية علي معلول مش منتظر اللقطة ليه ولا منتظر جميل كلها كانت بتحيي علي معلول وقت خروجه جيمي نورت كالعادة ده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 من اليوم مبروك للمنادي الأهلي إدارة وجاس فاني والعبير وبالتأكيد الجماهير رب دايما إن شاء الله النادي الأهلي في التصلاة الأفراسية الكبيرة يشرف الكرة المصرية مباراة نهاية هتكون إن شاء الله منتظرة واسقين في النادي الأهلي مرحاء المطولة ختام الحلقة أشوفهم يا رب على ألف خير اشتركوا في القناة